نظمت مدرية الصحة بدمياط قافلة طبية في قرية أبو سعد الكبرى التابعة لمركز كفر سعد بدمياط ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين تضمنت القافلة عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملان وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان وسط إجراءات وقائية واحترازية لمواجهة فيروس كورونا قافلة العلاجية ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة موجودين في قرية أبو سعد الكبرى التابعة لمركز كفر سعد مركز كفر سعد والمستدف ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة في المرحلة الأولى بتمثل قافلة العلاجية الجزء الصحي من البادرة الرئاسية وده طبعا نظر للخدمة اللي بتقدمها في الأماكن البعيدة واللي فيها تطوير في الوحدات الصحية المعمل بيقوم على تحليل التحليل الكيميائية، التحليل الهيمتولوجي، التحليل السيرولوجي العيانين بيتحولوا من العيادات عن طريق الأطباء بعد التشخيص تقريبا الوقت ما بين سحب الحالة وتسليم النتائج في خلال نص ساعة تقريبا بنقدم لهم فيها كل ما هو جديد فيما يخص صحتهم وصحة أسرهم بنتكلم معهم عن المبادرات الرئاسية زي مبادرة صحة الأم والجنين مبادرة الأمراض المزمنة للكشفة عن المرض السكر والضغط والاعتلال الكلوي بنعرفهم باللقاح وأهمية اللقاح واللقاح من الحاجات المهمة جدا ونحن لازم ناخد الثلاث جرعات بتوع اللقاح بنعرفهم ازاي ياخدوا الإجراءات الاحترازية علشان نقيهم من مرض كورونا الوعدة الصحية مهدودة للتجديد فبنشكر القائمين على القافلة الطبية النهاردة وفيها ان شاء الله جميع التخصصات والناس بتكشفها وكل حاجة ان شاء الله مزبوطة والتمام وبيصرفوا للعلاج مجانة ان شاء الله احنا مسؤولين ان احنا بندخل التسكرة الخاصة للمواطن من اول لما بيقطع التسكرة خالص لحد دات لما بينها الخدمة ابتداء ان احنا بندخل رقم التسكرة وكمان الاسم بتاعه وبندخل كل العلامات الحيوية بتاعته وبندخل الفحوصات المطلوبة منه اشتركوا في القناة